في هذا الإطار تستعد مدينة شرم الشيخ لصدافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة من مختلف أنحاء العالم وذلك لمناقشة قضايا المناخ والتغير المناخي والحد كذلك من ظاهرة الاحتباس الحراري للمزيد من التفاصيل النبولين من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ الزميل المراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من الممشى السياحي الجديد بداية أحمد مساء الخير وأهلا بك يعني ما هي آخر الاستعدادات وأرجو أن تنقل لنا وتضع المشاهد الكريم في الصورة من هذا المشهد السياحي الجديد وآخر ما وصل إليه أيضا من تطوير تحية لك مصطفى ودينا كما ذكرت من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ المدينة القدراء الصديقة للبيئة لم يطبق سوى 24 يوما فقط على بداية هذا الحدث الدولي الضخم كوب 27 أو قمة المناخ التي تصدفها هنا مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر بما شئت الله تعالى بمشاركة الألاف من 197 دولة هذا المؤتمر أو هذه القمة المهمة التي يتم فيها مناقشة العديد من قضايا المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري بداية مصطفى الاستعدادات أصبحت على وشك الانتهاء بشكل كبير إذا تحدثنا عن الممشى السياحي الذي تواجد فيه حاليا وهو بطول 6 كم ملامحه أصبحت انتهت بشكل كبير ومن المقرر أن تتسلم المحافظة هذه المشروعات خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر هذا الممشى السياحي الجديد الذي تم إنشاؤه أيضا يكون بالتوازي مع الممشى السياحي لخليج نعمة كان قديما مصطفى خليج نعمة أو ممشى خليج نعمة هو الممشى الوحيد هنا في مدينة شرم الشيخ ولكن تم إنشاء هذا الممشى ليكون أيضا متنفسا لزوار مدينة شرم الشيخ مدينة السلام هذا الممشى السياحي يوفر الألاف من فرص العمل للشباب على جانبي هذا الممشى الذي يتواجد على جانبي طريق السلام ووحدة طرق المهمة هنا في مدينة شرم الشيخ يتواجد في هذا الممشى العديد من المحال التجارية والبزارات والكافيهات وأيضا يوجد ممشى لركوب الدرجات بالتالي مصطفى أصبحت مدينة شرم الشيخ بالفعل هي مدينة صديقة للبيئة سواء من المستطحات الخضراء التي انتشرت بشكل كبير وكن اليوم أيضا في الحديقة المركزية التي تقام على مساحة أربعين فدان هذه المستطحات الخضراء الكبيرة التي تعكس مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء وصديقة للبيئة بالإضافة إلى هذا أيضا نلاحظ منظومة النقل الزكي التي أيضا تشهدها مدينة شرم الشيخ يوجد أوتوبيسات زكية وصديقة للبيئة تعمل بيئة الكهرباء وأيضا تعمل بالغاز الطبيعي نحن نتحدث عن 260 أوتوبيس وحافلة هناك 120 حافلة تعمل بيئة الغاز و140 حافلة تعمل بيئة الكهرباء هذه الحافلات وهذه الأتوبيسات التي تعمل سواء بالقهرباء أو بيئة الغاز مصطفى نلاحظ أن فيها محطات شحن يوجد خمس محطات لأتوبيسات الغاز ومحطة واحدة للمحطات التي تعمل بيئة الكهرباء وهذه المحطة يمكنها أن تقوم بشحن 140 حافلة في نفس الوقت وهي أكبر محطة في الشرق الأوسط لشحن الحافلات الكهربائية بالتالي نحن نتحدث عن مدينة زكية مدينة صديقة للبيئة من حيث مستطحات الخضراء منظومة نقل زكي بالإضافة أيضا إلى التاكسي الزكي الذي أعلن عنه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودا مؤخرا أعلن عن وجود التاكسي الزكي ومنظومة جديدة إلكترونية أيضا للتاكسي الزكي ليتواجد أيضا تحت الطلب مع السائحين وزوار هذه المدينة هذه القمة تعكس أهمية قبرى في السادس من نوفمبر القادم لإلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها تجاه الدول النامية التي هي أكثر تضررا بالأثار السلبية للتغيرات المناخية وبالتالي نحن في بصدد حدث دولي مهم جدا ننتظره بعد أيام والاستعدادات أصبحت على وشك الانتهاء أيام قليلة وتتسلم محافظة جنوب سيناء كافة هذه المشروعات التي يتم تنفيذها على قدم وصاق وأشير أيضا مصطفى في هذه النقطة أننا إذا نزلنا إلى شوارع مدينة شرم الشيخ نهارا وبعد ذلك نزلنا في الليل نلاحظ أن هناك تغير واختلاف ترأى في الفترة من فترة الصباح وحتى فترة المساء وبالتالي الأعمال تسير بشكل إنجاز كبير جدا وكل ساعة يوجد متغير ويوجد جديد هنا في ملامح وشوارع مدينة شرم الشيخ عليك مصطفى ودينة بالفعل أحمد هي مدينة تعبر عن السلام وتعبر أيضا عن الطموح وتعبر أيضا عن ما تفزله الدولة المصرية من إجراءات لاستقبال هذا الحدث الكبير وهذا المؤتمر العالمي والذي يكون بمشاركة أممية ومشاركة معظم دول العالم لأنه حدث يشغل ويهم من على سكان الأرض أو من على كوكب الأرض جميع كل الشكر والتقدير لك زميلي أحمد الحسيني من الممشى السياحي الجديد شكرا جزيلا لك على عرض هذه الصورة ونقل هذه الصورة الحية مباشرة من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ شكرا أحمد